الوصف الفني دائرة حساس الأكسوجين O2 ذات الجهد المنخفض الصف الأول الحساس 2 ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أضراز بشكل أساسي مثل P0137 يشير رمز P0136 إلى مستشعر الأكسوجين الثاني في البنك 1 ينتج مستشعر الأكسوجين O2 جادا يتراوح بين 0.1 فولة و 0.9 فولت يراقب ECM جهد مستشعر O2 ويحدد ما إذا كان العادم هزيلا أو غنيا يكون مستشعر O2 عاليا عندما يكون العادم غنيا منخفضا عندما يكون العادم هزيلا يقوم ECM بمراقبة هذا الجهد ويزيد أو يقلل من معدل النبض لحاقن الوقود وفقا لنسبة وقود هواء المحرك إذا اكتشف ECM انخفاض جهد HO2 سنسور لفترة طويلة فسيحدد P0136 الشروط المطلوبة للتعيين جهد جهاز استشعار HO2 منخفض لمدة أطول من دقيقتين تعتمد الدقائق على طراز السيارة يمكن أن تصل إلى أربع دقائق الأعراض قد يكون هناك لا توجد أعراض واضحة للسائق ضعف المسافة المقطوعة للوقود احتمال عدم التوافق اعتمادا على وضع مستشعر O2 عند الالتصاق الأسباب قد يعني الرمز P0136 حدوث واحد أو أكثر من الإجراءات التالية تسرب مستشعر O2 الخاطئ بالقرب من مستشعر O2 قصير إلى الجهد على دائرة إشارة O2 فتح في مقاومة الدائرة ناتجة عن التآكل في الموصل الحلول الممكنة استبدل مستشعر الأكسجين الثاني في البنك واحد إصلاح فتح أو قصيرة في دائرة الإشارة تآكل نظيفة من الموصل اشتركوا في القناة